الله وقل لك هذا اللي طال يا صهري السلام عليكم شو بده؟ شو جابك لهو؟ جاي لحتى احكي كلمتين مع صخر ورايح احكي كلمتين اكون علي عبرات الحارة روه امي شوية روه؟ صهري بعد اصدق بعد اصدق ما تبدأ خالي شو بدك تقولي يا ابو محمود؟ بدي ياك طلي اختي ايه وبعد ايه؟ ولا قبلين؟ هذا اللي بدين لك يا يا اللي عندك حكيته اسمعنا يا ابو شو يعني؟ يعني العلع برات الحارة يعني بفهم منك ما بدك يا يطلع يا ابو تطلع برات الحارة يا ابو طالعك بحملها بيكون بعلمك اختي بده يطلع يعني بده يطلع ايه دا؟ انت ما عادي يمشي الحار معك هيك بنور؟ اطول بالك عمبي ان شاء الله الله سعين نفسية similarly الله اي عرب اداح يا aKnock يا ابو خلصتكعم العلع بينك ونخلط طلب على الوظهر يا عمد انا باك يا خلبيتو لك شو العليل نموسات عمل كل هاي العملة وش هاي العليل على الحارة لك ما عادش تعود رويا برويا لك شير منك صغري بقيتوها خزنة حصل حصل خير عمي صباوة يا بي صباوة يا بي امي امي شو عنا الله تركيني لك تعي شو تركيني امي شو تتعو بيني مظبوط كلام من الناس؟ مظبوط امي مظبوط مظبوط كمان عم تقولي لك شو بنتي عم تعمق انتي ويا انا خلصيني شو عمي بيني امي صبري بدو يعني شو؟ بدو يتجوزني تعي لهم تعي لهم تعي لهم ما عم تقولي عمي كل جعا رأى كمان بدو يتجوزني على سنة الله ورسوله لك الله لا يوافق مهمية؟ انتي فيك من لك تعي لهم انتي تعرفين ان هادول عدوين لنا؟ لك عدوين لهم هادول بك بمشان الله تركيني ليت تعي لهم طعبيني شو يصف تعي لهم تعي لهم مهمية، بهمية، مهمية، مهمية، بهمية، مهمية، بهمية، مهمية، أولك افتحي أولاً؟ مهمية، بهمية، 250 دقائق البرج، لازف افتحي، زندك على جنبك، بس يكون بعلمك بس يرجع أخوكي راح خبره بكل شي وأنت بتتحمل نتيجة تهمني؟ يا أبا حمودي اللي صار ما حدا رضيان في لاب حارتكن و لاب حارتنا بس ما لازم ندخل النسوان بمشاكلنا شو أصدق ستاس فهمي؟ أصدق أنه أنت لازم ترجع مرتك وما لازم نضل هيك وإلا منكون مثلي عمي كبع النار زي ملا سيدي ما رح رجعه شو بدك تفضحني قدام الحارة؟ ليش يا أبا حمودي؟ ليش أنت تجوزت لترضي أهلي الحارة؟ ما أنت تجوزت لتنستر مظبوط؟ مظبوط؟ والمخلوقة ما غلطت لاب حقك و لاب حق أمك و أخواتك مظبوط لما لا؟ مظبوط؟ بقى لازم ترجعه أصلا أنت ما لازم تطلعه من الأساس اللي صار صار أمي الواحد لازم يعمل كرامة لأهل حارته ويكبر بعيونهم كمان مو بحساب أنت إستاذ ومحامي وبتفهم يعني البني آدة ما بيكبر بعيون رجال حارته إلا اللي يطلق مرته؟ لا لازم تفهم أنه كرامة أهل الحارة أغلى من ستمائة مرة يا الله على عالي تاك يا أبا حمودي ليش ما أسيدو؟ شو شايفني مجنون ولا ريالتي شاطة؟ لا عسلامتك أبا حمودي عسلامتك بس نحنا بدل ما نسعى الصلح بين الحارتين ونصفي اللقلوب قاعدين عم نفكر كيف نأزي بعض؟ اسمع عمي، الصخر لازم يطلق لأختي عاك تفهم ولا لا؟ أيها خدنا طريب معي تاك يشري يالله يا رب يالله يالله طويل بالك تؤبرني خلينا نفكر منيح بلما نتصرف وعاك تأزي إختك ها لأنه يمكن يمكن ملحق عليها على مين الحق لك يا أمي؟ على مين الحق؟ الحق على هذا صبري يلي صار يلحق لبرات الحارة أمي، اسمعني منيح تقبرني أختك ضعفت قدامه لأنه عمره صار من فوق العشرين وما حدا أجى طلبها البنت بهذا العمر بيروح كل تفكيرها لأول شاب بيحكي معا كلام حلو أي حلوة برا على هيك عملي بس أنا أنا بورشية لا، قوعك تتصرف بأي شي هلا ها شو يعني؟ إلا كتر خيرك على العملي اللي عملتيا فضلت علينا وعلى عيلتنا وصلتينا للصراني نسكت لها كمان؟ بك يا ابني ما رح نسكت لها بس منا حاكية بالعقل ما بدنا ما نفضح قدام الناس تقبرني فهمت علي؟ يا باه خلت فيني عقل لما عرفت شو عامل هي وصبري زفت مظهر، اهدى شوي فهام علي يا ابني نحنا عيلتنا مستوها أعلى من كل أهل الحارة ونحنا بنختلف عنهم كتير شو؟ يا ابني نحنا ما مشينا متل ما مشيوا أهل الحارة بهذا الجهل يلي عامي على عيونهم ومسكر على راسهم نحنا طلعتنا بالحارة غير طلعتهم خلينا أختك تروح تدرس بمعهد التمريد يعني مو متل بناتهم قاعدين بالبيت لا شغلة ولا عملة وبيروحوا بيجوزون هن وصغار والوحدة منهم ما بتكون فهمانة شيء يعني هذا مو من مستوانة يعني بدك ما أحكي معا شيء لا يا أمي، لازم تحاكيها بس لازم تفهمها انه هذا يلي عم تعمله مو منيح ومو صح وما بيليق بعيلتنا لأنه عيلتنا فوق فوق حدا بيوطي راسه وبيحكي مع هيك ناس لازم تفهمها انه نحنا ما رح نوافق انه تتجوز هذا يلي اسمه صبري ولازم تفهمها كمان انه نحنا ما رح نسمح لتتجوزه لو شو ما صار خليها هيك بلى رجال طول عمره أحسن ما تتجوز واحد مثل هاد ما عليه لا الإيمة ولا الأدر مثلنا فهمت عليتي برني؟ حدا منكم بيعط بيتو وليش عم تسأل غاز يا فندي؟ ما يعني بمشان يجو أهدو ويأخدوه يتسنو بمقبرتو كيف هيك غاز يا فندي؟ بدو ما تحاقش لون قتن؟ يعني إذا الزلم ارتحم والقاتل هرب وما حدا شافه ولا بيعرفوه شو بتحق ايه؟ كداس غريب اخدوه على بيته صار ماليه عمد ساعدهم قولوا الله الله يرحموا يا الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لا حوله ولا قوتها إلا بالله العلي العظيم على الشغلي معقولة الحكي لتفديد؟ لا يا عقيد ديش من يمتع أنا بكذب عليك؟ لمشاره يا عقيد لمشاره صاحبك قيروا عليه فاتحة دادوش ما تبتكد أنه نتهى؟ لك يا عقيد متأكد ضربته ضربتين بالخنجر أم عطاس قدتلك شغلته فاضي معي ما حدا شافه؟ لا يا عقيد لا حدا شافني ولا عرفني وشلون قتلتو لك دادوش؟ راح قول شلون قتلتو؟ لما شافني جاي عليه بالخنجر جفل بأرضه ضربته أول ضربه لحقته بالتاني يا أم عطاس دخل يسلمه الله يرحمه بري عليك دادوش؟ الله بعينه باك قلتلك عقيد قلتلك من الأول دادوش رجال أبضاي وبيعجبك والنعم والله بسين بتستاهلها بس بدي منك هالكام يوم بتكف مغياب عام الحارة شدو شغلتك طريق السن وأنا بأمراك عقيد بأمراك وبأمر كل الأبضايات تأمني شيء ألا سلامتا السلام عليكم الله معكم على السلام الله معكم على السلام الله معكم على بضاي مبروك عقيد مبروك عليك الدهبات تعرف أبدي أتلم صياح عندي بسوا كل الدهبة شأنه كان هم ونزح من دربي حقب هالما نشوف رجال حالا طلق أصب عبيه الروت دامنا متى الدباني يا عقيد بس والله شي بيحط لعلب الكف يعني معقول صياح بيخاف من دعدوش وليش لحتى ما يخاف يعني كمان دعدوش رجال أبضاي ومعدن وزكرت وبجوز بجوز يعني بجوز يكون جاي غدر مو هيك عقيد ايوة وما نعرف لقاتل ما لا لسه ما عرفوا سيدي بتروح بتخبر أهل الحارة إنه اللي قتل نايف الحالة هنه أهل حار دب وصخر وقالنا شو قلن ما ولا حتى يقدلوا سيدي ايوة ولا رايحة عن بالي هاي لك هنه عاصدين صياح وبلشوا بنايف يا دب لك صا صح صح مع الله مظبوط مظبوط حكيك مظهر بيك لأنه حارة أبو الصخر عنده تارمع صياح من وقت العلق بحارتنا وكمان بتروح على حارة أبو الصخر بتفهمهم إنه أهل حارة الأصاب عرفوا إنه إنتوا اللي قاتلينه وإنه ناوينا عليكم وجاي حسابكم همت؟ مشي مظهر بيك مشي يلا حلين خير أمي شوفي عرايبوا للحلاب لقوا مقتول برات الحارة أعبال ما يلاقوا كي مقتولة وهاك تفكري تطلع برات هالبيت بعد اليوم من هون مالك طلع غير على القبر همتي؟ دراستي أخي ما بدنا إياها ما بدنا إياها لا بدنا إياها تكمل دراستها لا أمي ما بدنا إياها إلا إذا عطتني وعد ما تحاكي ولا تشوفه ولا توقف معه بالطريق خلص تقبرني أختك بتوعدك أنه هي ما عدا تشوفه وما عدا تحكي معه ما هيك؟ سمعيها لأخوك من تمك بوعدك أخي بوعدك أخي بوعدك ما بقشوفه ولا تحاكي ولا توقفي معه بالطريق ولا أحكي معه ولا وقف معه بالطريق وإذا خلفت بوعدك يا فهمي وقفتي معه وحاكيتي خلص تقبرني أختك وعدتك ما رح تكذب عليك يعني أمي دي اسمعها من تمّة من تمّة إلا قولي يا بنت خلصت أخي مثل ما قالت أمي ماشي الحال أمي ماشي الحال اللي حأنسى القصة والحيعتبر أنه بنت صغيرة وغلطت ومعارفة عنيش عا تساوي بس إذا بتخل في بوعدك ما رح تقولينها بصوطة بنوب 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 فامي أمي الله يرضى عليك بسماعي الكلمة ولا بقى ترجع تأيديها ولا بقى تشوفي ولا بقى تحكي معه ها أحسن ما أخوكي زيكي فهمتي أمي تقبرينا أمي يكمل دي راستك يلا طلعي على غرفتك فمن يوم رائع لا بالحني وأنا بشوف شي طريقة حتى أشوفك وبحكي معك بحبك صبري بحبك لا لا ما ظهر بك أختك ما حكيت ولا قربت منه بنوب وما عملت شي بالمرة ما سوي هداكي هزو بدن وظلح أبدو يحكي معاها مع أنه كان معاها بنته لغازي أفندي هذا صبري ما أنا مصلي عندي شو بنا نعمل اللادو عند اختيتك حامل يالي بتمرو هذا يالي صار عزو لصياح بيفلق الصخر يوم العملية بزا مريض مائجة مين طلع بداله؟ نايف شو يعني؟ شو أصدار؟ يعني شو بدك تعمل لصياحة بصخر؟ بدي يسوحه بدي يخلص منه أنا أكتاله بيدي هدولي بس بدك تطول بالك شوي لحتى تبرد قصة نايف يوه؟ يعني دي الساق ناويله؟ أبضنا المصاري أبسخر؟ وراحة؟ زعلت منك يا أب مرعي زعلت منك كلام كلام رجال وقتل بيقول كلمة أبسخر بنفذها بس المرة سياح يا أبسخر سياح مو واحد غيره مرحلة الكلام أنا راح سوحنا بصياح بزاة نفسي لنشوف أبسخر روي روي وما راح تكون خير محسوط شو علي؟ السلام عليكم الله معك مع السلامة أهلينا بمرعي السلام عليكم عليكم السلام ها بصخر رئيسي بكركم بدي أغضروري خير شو دمني؟ والله ما بعرفين ممكن بدي يسألك كم سؤال إذا بتريد تشبه معي على راسي تغمر أمر أنت وعيسي بكركم شرم يا الله يا الله السلام عليكم وعليكم السلام كرامي السيبي علي السبي فضل زيد فضل يا الله خير غازي يا فندي عن كونياني شو لا يقبل اللي صار بحارة الأصاب أبسخر؟ شو هذا اللي صار سيتو؟ آه يعني ما دريد بيا رايب ولا صياح بيع الحليب اللي لو ماتول برات حارة الأصاب؟ وإنك صار الشي سيتو؟ ولو؟ شو ما لك خبري أبسخر؟ يا غازي يا فندي أنا عقيد وزعيم حارتي برات حارتي ما ببدخها شو عم بصير بحارة الأصاب؟ ما عم بخلصني منه؟ اي بس بياتا النايف من بين وبين صياح عداوي شو أصدق من هذا اللي حكي يا غازي يا فندي؟ ليش أنت؟ ما في بينك وبين صياح عداوي من آخر إخناقة صارت بالحارة وأعلم عليك فيها إخناقة صغيرة عرضية وناكة وأنا نسيتها شنو كل يوم تخانها مرة 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 نسيتها نسيتها وراحة بحاسبيها والتهديدات اللي بعتتوهم لرجال حارة الأصاب أنت ورجالك يا أبسخر كمان هي نسيتها حكي وطلع عن خلق يا جافر حكي وطلع عن خلق نحن وحالة الأصاب صنع عملي بيت اخنا هدين دخلا؟ ليش وقت اللي بعتلنا التهديد أبو عامي ما سعلت فيه؟ ولا أي شي بصير حارة الأصاب؟ طلع تلزقوا فينا يعني؟ شو عامة تولي يا أبسخر؟ عدم المؤاخذة منك من غير من قدية غازي عفندي أبو الصلاح بالديار الفنساوي كمان تنسى تفسير الديار شمعنا؟ جيتوا على حارتة فتشتوا بيت بيت لما فتشتوا حارة الأصاب؟ قلني حط عينك بعيني يعني بدأت تعلمني شغلي يا أبسخر؟ عدم المؤاخذة منك غازي عفندي قال ما بعلم حدا شو بس كمان يعني العين عم تشوف الشي عم بصير بيحاركة ما خاصنا فيه بنوب أنا بيحارتي وبس مهم يعني لا أنت ولا حدا من رجالك له مصلحة بيت النايف أعوذ بالله اسمعك يا جفندي شان حدا من رجال حار تقوم هذه العملة؟ أنا بيدي بشيبه لهو لوسط الكاركول وما شيبه خصني أنا روح على وسط حارتة باخد حقي منه ما لي خايف من حدا بوقت ما بعثوا تهديد فاضي أيوة ركلا تار انا عم غيك ريط شيتانيا غازي عفندي دهدت تكيسر عنسنا الله السلام عليكم معوحا أبو سخر كان لازم فتش بيوت حارتي قبل ما فتش بيوت الحارات الثانية أمشام ما أعطي حجة لحدها أنا الحق عليني رديت على المختار وأبو عامر يا الله يا سيطان ما بعرف لا لازم تعرفي لازم تعرفي لأنه أنت وصلتي للخط الأحمر يعني لازم تاخدي قرار يا تتركي يا تتركي مش عم ما تجيبي لحالك وجع راس يلي عم تحكي صح ليش لجيب لحالي وجع راس بس ما عم بقدر اتركه ما عم بقدر غلط غلط يا فهمية غلط وكلام أميك كله صح لأنه أنت شجاب مستواكي لمستوى بيت أبو جميل العطار أنت عم تحكي هيك يا وردة أنا ما عم صدق نرفيقتي عم تحكي بها الطريقة ايه أنا عم احكي هيك ولا حاب تنزلي مستواكي لمستواهم فهمية خانهم شو هاي مستواكي ومستواهم؟ لا تسعلي خاص الله يوفقك خليكي عندي اليوم أخرتو لازم نمشي شوي تاني بقدر المغرب الاكتوبة كورا رقم ش ش ش ش يا خالasa سلة ش ش ش، مارك واش igning اختك ما عندها فئة غيرها اي امي نحن ما بدنا غيرها منيحة لبنت مرباي وبنت عالم الناس الله يحميها عمي فهمي؟ الله يرضى عليك من اولها؟ ايش كان كل زيارة بتجي لعندي تفتح لسيرة حارة القصاب؟ الله يرضى عليك بللناها الزيارة عمي لا يا عمي لا؟ عما تقلعني؟ عوزوا بالله شوي قلعات بس ابي لساتو اخد على خاطره من الشي اللي صار بحارة القصاب يا فهمي وبد يردلن ياها وبد يكسر راسه من كبير هن لصغير هن ما طلعت عزيمة ابي عامر فخلنا عمي مستحيل يكون هالشي صار عمي وانا شفته للزلمة وحكيت معه وهو بزاد نفسه مستغرب من الشي اللي صار بعدين اخد على خاطره منك كتير عمي شو هالحكي؟ اخد على خاطره؟ بعد ما دخلنا على حارته وتبهدلنا وزلونا وحضرته اخد على خاطره؟ يا عمي ابو عامر ما له يد بكل شي صار هالشي اللي صار من عنده المو من عندنا بنوه انا شفته بعيني صخور لما ابو ديب هجب على حابد وكداس ومن هون بلشت الاخناقه مزبوط بس بعد شو؟ نحن وداخرين على الحارة ويا غافل لك الله ما شفنا غير كوم حجار لزي فوق راسنا حجار 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 لكن مفجيت عنه ضربين براسل من الحجار شو هالحكي عمي؟ متل ما سمعت عمي؟ بحصتين اجو براسي لحد هلا راسي وارمان ما عم بقدرنا نطول الليل من وجعي يا لطيف يا لطيف ومين يضربك عمي؟ شو يعرفني؟ يا غافل لك الله وعلي الحلال لو كنت عارفونا شرطوا الدين معنات الشغلة مقصودة ويلي ساوا اللي اخناقه قاصد يصير هذا الشي وينتزع حفل طهور ابنه لابو عامر يا سيدي هنه يلي تعدوا علينا ايه عمي؟ شو مشان فريال ما بنرجع لجوزة؟ عاوزوا بالله لو جاب نحمود له وطلب مني يردها لم ممكن ترجع له مرة ثانية بعدين ابني ابني صخر لازم طلق لأخته يا عمي شو دخلين نسوان بهالقصاص؟ فهمي؟ اوعقم طلع منها انت ما خصتك ابنه فهمان؟ يا عمي يا شام ادوه اطرق يا شام حبي عطرق اديني حالي الملام في مرح في مرح بيبرعين اطرق يا شام شكرا